أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار العمل على تسوية أي معوقات قد تواجه المشروعات السياحية المتعثرة من خلال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء وخلال جولتي بمدينة شرم الشيخ التي تفقد خلالها عدد من المنشآت الفندقية وعمال تنفيذ محطات شحن الأوتوبيسات بالكهرباء وعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ مرورا بميدان السلام وميدان الصداقة وعمال أيضا تطوير السوق القديم ومنطقة الرويسات أكد رئيس الوزراء أن الدولة بقيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبدل كل المساعي الممكنة بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية من أجل إخراج مؤتمر تغيير المناخ قب 27 في صورة مبهرة للعالم وبما يمكن أيضا من تنظيم المؤتمر على أعلى مستوى من الكفاءة وهو ما يتطلب تنسيق جهود كل الجهات المختلفة جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق ذلك